بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم سنواصل إذن شرح مقرر كيمي عضوية واحد وسنواصل في المحور رقم أربعة والجزء الخامس حيث سنقوم بمواصلة شرح قاعدة الأولويات لكان إنجلود وبريلوج وكذلك البحث عن الهيئة المطلقة S و R سنقوم إذن خلال هذه الشريحة بشرح التمرين التالي حيث يتمثل السؤال الأول في رسم الإنوتيميرات للمركب التالي إذن بداية يجب التأكد من أن هذا المركب الذي يوجد أمامنا هو مركب كيرالي وبالتالي إذن يجب أن نبحث على الكاربون التي تمثل مركز الكيرالية للمركب كما نلاحظ فإن هذا المركب كما تلاحظون إذن يحتوي على أربع روابط مختلفة إذن فهذا المركب إذن هو مركب كيرالي نتيجة لإحتوائه على كاربون يحمل أربع روابط مختلفة سنقوم إذن الآن برسم الإنوتيميرات لهذا المركب كما نعلم فإن المركب الذي يحتوي على كاربون كيرالي فقط إذن له شكلين فراغيين مختلفين إحداهما سورة الثاني من خلال مرآة مسطحة لرسم المركب إذن نقوم في البداية بوضع إذن الكاربون ونحاول دائما أن نضع المجموعات المتمثلة في السلسلة الأساسية المركب على مستوى الورقة أي خفو الخطوط على مستوى الورقة كما تلاحظون هنا ثم بعدين إذن نقوم برسم الرابطة في مستوى أو أمام إذن المستوى الورقة ورابطة خلف مستوى الورقة ثم فيما بعد إذن سنقوم إذن بوضع العناصر أو المجموعات التي توجد على هذا الكاربون الذي يمرت في المركز الكيرالية لذلك قبل وضع هذه العناصر يجب إذن ترقيم الروابط سنقوم بترقيم الروابط الأربعة ابتداء من رقم واحد إلى رقم أربعة وذلك من خلال مقارنة في العدد الضري للعناصر المرتبطة مباشرة بمركز الكيرالية والمتمثلة هنا في عنصر الكاربون، عنصر الهيدروجين، عنصر الكاربون وعنصر الأكسجين لذلك يجب المقارنة في العدد الضري لهذه العناصر فالأكسجين له العدد الضري ثمانية أما بالنسبة للكاربون فله العدد الضري ستة بالنسبة للهيدروجين له العدد الضري واحد انتلاقا من العدد الضرية لهذه العناصر فنلاحظ الأكسجين له العدد الضري الأكبر فبالتالي إذن له أولوية الترتيب كما ذكرنا سابقا بالنسبة لقاعدة كان وإنجلود وبريلوغ فبالتالي هذه الرابطة فتأخذ رقم واحد أما بالنسبة للهيدروجين كما تلاحظون فله العدد الضري الأصغر فبالتالي إذن سيكون له رقم أربعة بقي لدينا إذن رقم اثنين ورقم ثلاثة من سيأخذ رقم اثنين ومن هي الرابط الذي ستقه رقم واحد كما تلاحظون فهنا العنصر متشابه هنا نفس العنصر كاربون وهنا العنصر كاربون إذن يجب التمييز بين هذين العنصرين وذلك من خلال الروابط المرتبطة بالنسبة للكاربون التي توجد في مجموعة الميثيل هنا فتوجد كما تلاحظون هي مرتبطة بثلاثة عناصر هيدروجين أما بالنسبة لهذا الكاربون الذي يوجد على اليمين فيحمل كما تلاحظون أو هو مرتبط كما تلاحظون مع عنصر كلور واثنين عنصر هيدروجين يعني مرتبط عنصر كلور وH وH إذن كما نلاحظ هنا بين القوسين كما نلاحظ هنا فهناك فرق بين الكاربون الذي يوجد على اليمين والكاربون الذي يوجد على اليسار من خلال العناصر المرتبطة فللتمييز بينهما سنقوم إذن بالمقارنة في العدد الضري للعناصر المرتبطة والتي توجد داخل القوسين هنا فمثلا هنا عنصر كلور وهنا عنصر الهيدروجين إذن خلال عملية كتابة العناصر داخل القوسين دائما نبدأ بكتابة العنصر الأكثر عدد الضري مثلا هنا كلور قبل الهيدروجين ثم نأتي هنا ونقوم بالمقارنة بين العنصر العدد الضري لعنصر كلور وعنصر الهيدروجين كما نلاحظ فالعنصر للضري لعدد العنصر كلور هو 17 فبالتالي إذن له عدد ضري أكثر من أكبر من الهيدروجين فبالتالي إذن تصبح هذه الرابطة لديها أولوي الترتيب عن هذه الرابطة الرابط الموجود على اليمين لديها أولوي الترتيب على الرابطة تتوجد على اليسار إذن هنا تصبح رقم 2 وفي هذه الرابطة تصبح رقم 3 بعد عملية ترتيب هذه الروابط سنأتي هنا إذن ونضع المجموعات في الكاربون الذي قمنا برسمه في الفراغ أو هذا المركب الذي رسمناه في الفراغ إذن إعادة أو إذن بالرجوع إلى قاعدة كان وإنجلود وبريلوغ فماذا يقول هناك ماذا تقول هذه القاعدة تقول أنه لتحديد الهيئة المطلقة S و R للكاربون الكيرالية يجب أن يكون رقم 4 في الجهة المقابلة للمراقب أي الطالب الذي ينظر إلى المركب يجب أن يكون رقم 4 في المكان المعاكس إذن لو نظرنا هنا فالمركب أو الرابطة التي توجد في المكان المعاكس أو في المكان في الاتجاه المعاكس للطالب هو الرابطة الخلفية فبالتالي إذن هنا ستأخذ رقم 4 وبالنظر إلى العناصر المرتبطة بالكاربون نجد أن الهيدروجين هو الذي يأخذ رقم 4 الرابط الذي تحمل الهيدروجين هي التي تأخذ رقم 4 ثم فيما بعد إذن نقوم برسم المجموعات الأخرى وكما سبق وقلنا نحاول أن نضع دائما أو في أغلب الأحيان أو مستحسن أن نضع السلسلة في مستوى الورقة أي في الخطوط التي توجد على مستوى الورقة فمثلا هنا نضع مثلا هنا CH3 مثلا وهنا CH2 CL بقي لدينا ماذا هنا إذن بقي لدينا مجموعة الOH نضع مجموعة الOH إذن كما تلاحظون فرقم 4 يوجد في الاتجاه المعاكس نأتي هنا ونضع إذن الأرقام المتبقية هنا على الروابط فمثلا هذه قلنا رقم 1 هذه الرابطة إذن تأخذ رقم 3 وهذه الرابطة تأخذ رقم 2 ثم نجي فيما بعد إذن ونقوم برسم المركب الثاني أو شكل الفراغ الثاني وذلك من خلال المرآت نجي هنا إذن ونضع إذن الكارب ثم نجي هنا إذن رابطة أمامية رابطة خلفية رابطة في مستوى الورقة مع ذلك إذن رابطة في مستوى الورقة إذن ورابطة أخرى ثانية في مستوى الورقة نجي هنا إذن CH2 هنا إذن CH3 هنا إذن OH وهنا إذن H من خلال هذا إذن رسمنا الإنونتيوميران نجي هنا إذن هذه تسمى إذن إيناونتيوميران أو إيزوميران ضوئي نأتي إلى سؤال الثاني هنا أذكر التكوين المطلق S و R لكل مماكب ضوئي إذن هذا مماكب ضوئي أو إذن مماكب ضوئي وهذا كمان يسمى إذن مماكبات ضوئية مماكبات ضوئية وكما سبق وشرحنا سابقا المماكبات الضوئية أي أن كل مراكب يقوم باتغيير اتجاه الضوء المستقطب في اتجاه المعاكس إما إلى اليمين أو إلى اليسار فيقومان إذن بالتوجيه الضوء المستقطب في اتجاهات مختلفة إحداهما إلى اليمين وإحداهما إلى اليسار فلذلك سميت بمماكبات ضوئي إذن سنقوم كما قلنا بتحديد تكوين المطلق S و R لكل كاربون هنا بكل بساطة هنا إذن إذا ننظر إلى الشكل الفراغي إذا وجدنا رقم أربع إذن في الاتجاه المعاكس للمراقب الذي قلنا هو الطالب هنا فبالتالي إذن نواصل قاعد إذن نقوم بقراءة اتجاه 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 إذا كان اتجاه دوران 1, 2, 3 هو نفس اتجاه دوران عقارب الساعة فبالتالي يسمى إذن R أما إذا كان اتجاه دوران 1, 2, 3 في الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة يسمى S ننظر هنا إذن 1, 2, 3 إذن كما تلاحظون فإن اتجاه دوران 1, 2, 3 إذن بهذا الشكل إذن هو نفس دوران عقارب الساعة وبالتالي إذن هذا الكاربون الاترالي يرمز إليه بالتكوين المطلق إذن R أما بالنسبة للشكل الفراغي الثاني وهو صورة الشكل الفراغي الأول من خلال مرآة فالمؤكد أنه سيكون S يعني بمعنى عام إذا كان لدينا شكل فراغي R تكون مطلق R فصورته من خلال مرآة مسطحة سيكون إذن S ويمكن التأكد من ذلك من خلاله أردنا هنا من خلال إذن عملية ترقيم الروابط من جديد ستلاحظون هنا إذن 1 هنا 4 وهنا 2 وهذه الرابط لقم 3 إذن لو نظرنا إلى اتجاه 1, 2, 3 ستلاحظ إذن الاتجاه بهذا الشكل إذن هو معاكس لدوران عقارب الساعة وبالتالي إذن يطلق على التكوين المطلقة كما قلنا هو S موسيقى